اشتركوا في القناة ونسحب مقطع داخل التركيب فتنشأ طبقة وعند فتح هذا السهم تظهر الخصائص وامامنا المجموعة الاساسية من الخصائص وهي التحويل ترانسفورم وتشمل تحريك الطبقة وتحجمها وتدويرها وتغيير درجة الشفافية نبدأ بتحريك الموضع بوزيشن والتحريك يتم بسحب الطبقة وعند الضغط باستمرار على مفتاح شفت تتقيد الحركة في خط مستقيم أفقي أو رأسي كما يمكن عمل تحريك أفقي من هذه الخانة وتحريك رأسي من هذه الخانة ولكل خاصية زر ستوب ووتش ساعة التوقيف وتفعيلها يؤدي لإنشاء مفاتيح حركة على خط الزمن نحرك المؤشر ونحرك موضع الصورة فنلاحظ أن التحريك يتم مع مرور الوقت الخاصية الثانية وهي التحجيم سكيل لتكبير وتصغير المقاطع باستخدام المقابط كما يمكن التصغير وتكبير من هنا وعند إلغاء المشبك يمكن إجراء تحجيم أفقي أو رأسي كل على حدة نحرك المؤشر ونشغل الستوب ووتش فيتم تسجيل مفاتيح حركة للتحجيم على خط الزمن الخاصية الثالثة وهي التدوير ويمكن إجراء التدوير بتفعيل هذا الزر ثم الوقوف على الشكل وسحبه كما يمكن إجراء التدوير من هذه الخانة نشغل ساعة التوقيف ونقدر نجري التدوير من هنا أو كتابة عدد مرات التدوير من هنا نلاحظ المقطع يدور بمقدار دورتين الخاصية الرابعة وهي الشفافية بتحديد قيمة لها نشغل الستوب ووتش فنلاحظ الاختفاء المتدرج للمقطع نعين ويمكن تغيير مركز الطبقة هي حاليا في المنتصف وعند إجراء التحجيم يتجه ناحية المنتصف وعند إجراء التدوير يدور حول نقطة المنتصف ولتغيير موضع الارتكاز ننقر على أداة الارتكاز ونسحب النقطة إلى موضع جديد نجرب التدوير ونجرب التحجيم فيتم الإجراء اعتمادا على الموضع الجديد ويمكن تغيير نقطة الارتكاز من هنا سواء أفقيا أو رأسيا ننشئ تركيب جديد ونسحب صورة كخلفية ونسحب مقطع فيديو ونغير المركز للزاوية ونصغر المقطع ونسحبه خارج الكدر وننشئ مفاتيح حركة للموضع ونسجل تحريك ننشئ مفتاح تحجيم ونكبر المقطع ننشئ مفاتيح تدوير وشفافية ونسجل عدد مرات التدوير ونخفي المقطع فتظهر النتيجة بهذا الشكل ترجمة نانسي قنقر